كينا خبر جميل جدا حبيت نبرتجيه معكم في هذا الفيديو في نفس الوقت نعطيكم طريقة تفعيل الربح في قناة من الهاتف بعد الموافقة لانضمام لبرنامج شراكة اليوتيوب معنا قناتك تفعلت فيها الربح قبل ما نتكلموا لهذا الموضوع حبيت نتكلم على هذه القناة المتاعي اللي كانت فيها تحدي من قبل لان الكثير من الناس في السابق كانوا يشكون في معلوماتي في مواضيعي علاش لانه كانت مشاهداتي قليلة بحكم ان محتوى تاعي تعليمي تقاني كانت مشاهداتي قليلة ومن مصدر تاعي من الجزائر فحبيت ندير تحدي في تحت قناة اخرى باش نبينينهم بالانسان كيعد تافه وفي نفس الوقت خبير من خبراء جوجل كيف يتحصل على المجاهدات او كيف يتحصل على متابعين وغيرها فقمت بفتح قناة معلومة لا تعرفها المتابعين او فيها القدم بزاف يعرفوا هذه القناة ويعرفوا الصراف فيها هذه القناة عدد المتابعين تحت الان هي حوالي 347 الف متابع وبالطبع يعني عندي مدة مني تركتها وهذه غلطة تاعي انا لاني خليتها لا جاي لكم انتوما لكن كانت هذه اكبر خطأ قمت به لانه في الاخير ما استفدت والو من المتابعين اللي كان يتبعوني نحسب بانه كان ضيع وقتي في قناة تعليمية وتقانية حتى نستفت لكن للأسف يعني بصفة عامة ما استفتش منها وخليت قناة اللي كانت فيها مشاهدات وارباح خيالية يعني سمحت في الاموال وسمحت في قناة كبيرة ومشاهداتها كانت بالملايين وكامل شفت الفيديو اللي شرحته في 2017 كيف تحصلت على 30 مليون مشاهدة في فيديو واحد يعني هذا امور قادمة حصلت علي الناس لتابعوني من 2016 يعرفوني يعرفوا قصة القناة معلومة لا تعرفها تخلي تعليها على جل قناة تعليمية اي امين الزار يعني حبيت نصل المرحلة ان ننشر محتوى تعليمي تقاني للناس لكن كان خطأ مني انا اني تركت هذه القناة على كل حال تركت القناة وهبطت فيها المشاهدات وانشرت فيها مواضيع مختلفة وخلطتها وفزتها خلاص بحكم اني ما كنتش نستعملها دايما اخر مرة توقف فيها الربح منذ مدة طويلة منذ اكثر من سنة ما ختمتش فيها فقمت بحذف كل شي يعني حذفت كل فيديوهات تقريبا وعودت يعني اعدت ونشر فيديوهات جديدة حصرية واليوم ان شاء الله تم قبول هذه القناة وحنعطيكم الدليل كما راكم تشاهدوا جاتني رسالة الان بعد انتظار يعني حوالي عشرة ايام ضبط قاموا بمراجعة القناة لانها كانت متوقفة وعادت كل شي وراجعوها وقبلوها عاد جدا تحبو تزورها ذو كنت تشوفوها مرحبا بك في برنامج شركة اليوتيوب معلومة لا تعرفها تهانينا على قبول طلبك المزايا المتاحة تم قبول طلب انضمامك كذا كذا اذا مباشرة بعد هذه المقدمة باشتفهموا فقط بانه يعني اسهل شيء عندي اني تحصل على المشاهدات اذا كنت شخص تافه اذا حبيت الاموال وشخص تافه ان قد انت حصل عليها رغم اني حاربت لسنوات اكثر من عشر سنوات اني ما حبيش ندخل مواضع تافه لكن للأسف المجتمع ميخليكش انك تعيش باحترام وتعيش بالقدر وتعيش بمواضيع حقيقية تعليمية لذلك على كل حال القناة كيفية تفعيلها يعني اي شخص بعدما قام قامت اليوتيوب توقيف الربح في قناته لأسباب مثلا محتوى مكرر فالطريقة سهلة جدا عليك بحذف كل الفيديوهات الممنوعة التي قمت باخذها من الفيسبوك او من التيك توك هذا اول شيء عليك التأكد بان لديك ليس لديك ليس لديك فيديوهات فيها فقط صور لانه الصور فقط مرفوضة يعني ترفض قناتك نهائيا ممنوع ايضا الصور مع الموسيقى الشيء الوحيد المقبول في الصور اذا كان مع تعليق صوتي يعني اذا كان صوتك يتكلم في الفيديو في معظم الفيديو وليس في البداية فقط لكن في معظم الفيديو مع صور مقبول مع صور واحدة مقبول لكن صور فقط مرفوض يعني باش نكونوا واضحين وممنوع ايضا استعمال فيدروهات شورت ليس تملكك وممنوع استعمال فيدروهات شورت فقط صور ايضا كان امور كثيرا يعني هذه مرفوضة في اليوتيوب التيك توك راهي مقبولة إذن كيفاه الآن نقدر انفعل الربح أو انفعل الإعلان في قناة تم إعادة الربح فيها رحنا تأكدوا طرح نشوفوا طرح يعني بعدما كانت وقفة مدة طويلة وعندنا الربح فيها ندخل أول حاجة للستوديو اليوتيوب كما رحكم تشاهدوا هنا إذن معلومة لا تعرفها تظهر لكم الأرباح كما تشاهدون السفر إذن بدأت الأرباح تلاحظون مثلا في الفيديوهات إذا ذهبنا إلى الأسفل المحتوى نجد بأن الفيديوهات ليست مفاعلة إذن كيف نفعل ذلك في الأسفل علي اليسار نجد علامة الدولار وتحقيق الربح نضغط عليها قبل أن نروحوا لهذا الموضوع تلاحظوا بالفيديو الذي تحصلت عليها لمشاهدات في أقل من 12 يوم هي سمية هذه اسمها سمية هراوي تكلمت عليها حصلت على 119 ألف مشاهدة نضغط الإحصائيات لكي تشاهدوا فقط علىها تكلمت من قبل على نجاح تحقيق الشروط سهل جدا إذا تكلمت على موضع التافهة أو الترنت يعني لكي تحقق الشروط فقط وبعد تحديد الموضوع هذا أخر المشاهدات 119 أقل من 12 يوم عندي أكثر من 9800 ساعة يعني حقق أكثر من 9000 يعني الضعف الشروط حققته من ضعف وعندي حوالي 1400 مشترك من هذا الفيديو كما ركما تشاهدوا هذا هو الموضوع فقط لحبيتك المالي إذن نذهب إلى تحقيق الربح في الأسفل ولا على اليسار أو تجدونه على اليمين إذن هذه في حال إذا كان قناتك تم توقيف الربح فيها ستظهر لكم بهذه الطريقة كانت مفاعلة ورجع الربح إذن كيف نرجع الربح بطريقة صحية إذن ننزل الأسفل مثلا نجد بهذه الطريقة إذن هذه هي أول شيء المازالة نستخدمها إعلانات صفحة المشاهد نضغط على السهم الأول أو العلامة الصفراء الأولى نضغط عليها تخرجنا بهذه الطريقة هذه الطريقة أيضا في السيديو اليوتيوب في الحاسوب أو هنا في هذا الهاتف لا يوجد مشكلة إذن تخرج لكم بهذه الطريقة الإعلانات بعد التحديث الجديد تظهر لكم ستة موضع ظهور الإعلانات هي إعلانات ما قبل التشغيل يعني تشغيل الفيديو إعلانات أثناء تشغيل الفيديو إعلانات ما بعد تشغيل الفيديو يعني كان إعلانات تخرج لكم في اللول وفي النص وفي الأخر أما نوع الإعلانات كان الإعلانات القابلة للتخطي لفيها 15 ثانية أو 30 ثانية وتكتب لك قابلة للتخطي ما تشوفها كان الإعلانات الغير قابلة للتخطي لفيها 10 ثواني ممكن أكثر التي لا يمكن أن تتخطها الإعلانات الصورية هي إعلانات تظهر عن طريق صور فقط صغيرة إذن تأكدوا فقط بأن علامة الشلطة تم وضعها في هذا المكان الأسفل الشلطة هذه تشوف فيها علامة الصح لازم تكون مفاعلة بالأبيض هذه الإعلانات أثناء التشغيل هذه هي لديك الربح بزاف مع أنتها ممكن الفيديو يعمل ويأتي إعلان في وسط الفيديو أن يعيش واي هذه ضرورية بزاف إذن نضغط التالي ما هي الفيديوهات التي تريد تحقيق الربح منها نضغط كل الفيديوهات الحالية لا نضغط ثانيا نضغط الأولى نضغط تحقيق الربح من كل الفيديوهات لا نضغط الانهاء لاحقا نضغط تحقيق الربح من كل الفيديوهات نضغط بهذا الطريقة نكون يتم تحقيق الربح من فيديوهاتك الآن تستغلوا هذه العملية عالة بضع دقائق الآن كما راكم تشاهدوك نروح للمحتوى سيبدأ علامة الدولار تظهرنا باللون الأخضر مثلا لك نعود refresh هذه الآن أصبحت باللون الأخضر الآن أصبحت فيديوهات كلها مفاعلة ربح فيما يخص الدولار الأحمر هذه هي فقط مطالبة حقوق طبعا النشط لأنه فيها موسيقى ليست ملكي لهذا لا يمكنه الربح منها وهي ليست مخالفة وعادي جدا يعني علامة الدولار الأحمر هذه ما تخوفش فقط الفيديو لن تربح منه لكن شيء آخر ما كانش مشكل كما لكم تشاهدوا إذا نرجع تحقيق الربح نتأكد أيضا التسوق مهم مناش لو كان نضغطوا على التسوق أيضا هذه مهم مناش ما نصحكمش بها بزاف هذه حاجة زين تتعلموها في الشروحات اللي شرحناها من قبل نرجعه إلى الخلف ننزله شوية واش نلقاو؟ نلقاو طرق إضافية لتحقيق الربح نلقاو إعلانة خلاصة شورت نضغط عليها هذا الجدول الأول هذا نضغط عليه إذن تحقيق الربح من يوتيوب برمير وإعلانات في خلاصة شورت يعني تفعيل الربح في فيديوهات القصيرة ندير تفعيل تخرجنا هذه الكتابة الطويلة هذه ننزل ننزل أسفل ننزل أسفل نجد كلمة وافق على الأحكام متعلقة بخلاصة شورت نفعلها ثم ندير قبول هذا مكان سهل تقتل إذن كان العضويات هذه ما نصحكمش بها وإلا إذا كنت حبي تديرها تديرها الشروحات موجودة لكن أنا شخصياً منستعملها شو منحبش نستعملها نزيد ونفعله السيبر شات يعني فعلنا الإعلانات في الفيديوهات الطويلة كما لكم تشاهدوا الفوق ومن بعد أعلامة العد هذه المرتقالية هي الأرباح الموجودة في الشورت الآن نزيد لها السيبر شات نضغط عليها تخرجنا بهذه الطريقة السيبر شات هي ناس يبعث لكم الأموال في البث المباشر ولا يبعث لكم الأموال عن طريق شراء رسائل في البث أو رسائل أو يبعث لكم قلوب كان السيبر ثانكس يا قلب يعطيك دراغم عن طريق الضغط على قلب في أحد فيديوهاتك والسيبر شات في البث المباشر ومرسقات عجيبة أيضا في البث المباشر كيف نفاعلها؟ ما علينا فقط هذه الخيارات الثالثة نضغط عليها نضغط هنا تصبح بيضاء كما تشاهدون تم تفعيل السيبر ثانكس بنجاح إذن نضغط السيبر شات كما تشاهدون أصبحت ميزة السيبر شات مفاعلة الآن نضغط أيضا الملسقات العجيبة أصبحت السيبر ستيكرز مفاعلة الآن الآن يمكن أي شخص بمجرد أن يكون لديه بطاقة كارفيزا أن يشتري أو يرسل لك دعم بالأموال عن طريق شراء القلوب أو رسائل أو ملسقات عجيبة شيء من هذا القبيل وتأتيك الأموال في الأدسنس بعد مدة وتأخذ الأدسنس يعني مبلغ مالي اقتطاع مثلا يسل لك خمسة أورو تقطع ممكن الأدسنس حوالي اثنين يعني تصلك حوالي ثلاثة هذه فقط إذن كل شيء تم تفعيله نرجع إلى الخلف نقوم بعمل رفلاش تصعد السيبر شات إذن الآن صعدت أعلانات الصفحة المشاهد ثم صعدت أعلانات خلاصة شورت ثم أصبحت السيبر شات أيضا معهم كما قلت لكم العضويات تحبوا تديرها ما تديرهاش معنى في الدولة العربية ما اشتهاش دولة نجحت بها على كل حتى تحبوا تديرها بهذه الطريقة فعنا قناتنا الآن تفعيل الربح فيها بقي شيء آخر فقط معلومة طفيفة مثلا هناك فيديوهات أكثر من ثماني دقائق لكي تستطيعوا زيادة الربح فيها خيانة العرب والمسلمين مثلا نضغط عليها ندخل الفيديو ثم تجدون في الأعلى القلم نضغط على القلم في الأعلى ثم ننزل على كلمة تحقيق الربح نضغط على السهم تخرجنا بهذه الطريقة إذن لا يمكن إضافة فواصل إعلانية في الهاتف للأسف الطريقة هذه لا تصلح في الهاتف في ستوديو اليوتيوب إذن يجب عليكم استعمال متصفح جوجل كروم وتحويله إلى حسوب لكي تجدون كلمة إضافة فواصل إعلانية هذه الطريقة التي لديها فيديوهات أكثر من ثماني دقائق يمكنهم وضع إعلانات يدوية تم شرح هذا الموضوع عدة مرات في القناة يمكنكم فقط كتابة في اليوتيوب إضافة فواصل إعلانية في اليوتيوب قناة أمين نزار مثلا تكتبوا فقط أمين نزار سيخشكم هذا الموضوع إذن نرجع لخلف كل شيء جيد كما تشاهدون تمتع في القناة والحمد لله والقناة مربوطة أوتوماتيكيا بالأدسنس يعني لم أقوم فيها في أي شيء وهذه ملاحظة ومعلومة أخرى أنا قنواتي مربوطين تقريبا كلهم بنفس الأدسنس لذا الأموال تأتي كلها في نهاية الشهر في أدسنس واحد هكذا أفضل وهذه الطريقة الجيدة للربح المال إذا كانت قناتك حصرية وتتبع السياسات وتتبع القوانين لكي لا تغلق الحسابات خاصة بك لا تقوم بنقرأ الإعلانات الخاصة بك لا تقوم بعمل دخول في الجروبات الـ VPN وغيرها بهذه الطريقة ولا تنشر أشياء ليست ملكك لا تنشر الحروب لا تنشر القتل لا تنشر الدماء هذو كامل الأشياء لتقدر أنه قناتك تحافظ عليها مئة بالمئة كما كم تشاهدوا قناتي الناس اللي ممكن ما يعرفوهاش رح نشوفه طالق قنات متاع إذا قدرنا نشوفه المكان تحها ما هيش موجودة لأسف مش عارفوا الراحي بدلوها عبيت ناتلكم براك لما تتم فتح القناة على كل حال هذه قناة معلومة لا تعرفها تم تفايلة لبحث فيها إن شاء الله لذلك فلازم الإنسان يتعب ولازم يبحث على الترندات مش لازم الجماعة تنشر وتتعبوا في باطل ما عليش ساعة ساعة نستغلوا مواضيع التافها باش نحقوا الشروط فقط ومن بعد نرجعوا لمحتوى تانا إذا حبيناه ولا نحب نكمله ربي سهل أنا تكلمت على سمية طهاري لأنه الموضوع يهمني بزاف ويهم الناس بزاف لأنه آذات المتابعين تحها وفي نفس الوقت لأنه موضوع ترند وكنت مضطر أن نتكلم فيه بحكم أني نتكلمت بزاف على مواضيع هذا مقبل لذلك فالموضوع جاني بسيط يعني يترأي فيه بكل حرية وفي نفس الوقت جاب لي مشاهدات وفي نفس الوقت أني حقق شروط ودالي تفاعل وهي رايحة وهذا هو الأنترنت أبحثوا على المواضيع وتكلموا بكل حرية ومدوا رأيكم وعادي خلاص إذن هذا هو الموضوع تأليه من شاء الله طال الله في الوحكم سلام